موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين تحية طيب لكم مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة عنوان حلقة الليلة معالم الإسلام الأموي القسم الثاني سنكون معكم إن شاء الله و تعالى وظن محاور مهمة تميط اللثام عن أهم معالم الإسلام الذي تبنته الدولة الأموية يسرني أن أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سمحة آية الله سيد كمان الحيدان ومرحبا بكم سمحة السيدة أهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله طبعا نظرا لضيق الوقت نستغنينا عن الفاصل سماحة السيدة ولا حاجتين لأحسنتم نعم إذن يعني هل من خلاصة سماحة السيدة لما تقدم في الحلقة السابقة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين في المقدمة بودي وفي الواقع من باب عتب المشاهدين العزاء الكرام هو أنه بعد اللتية والتي هؤلاء أعطونا عشر دقائق إضافية للبرنامج ومع الأسف الشديد حتى هذه العشر دقائق لم يلتزم بها مخرج البرنامج أو الذين يعدون هذا البرنامج ويقفون عليه وأرجو الله سبحانه وتعالى أن توفق لنا فرص أكثر من هذه سواء في هذه القناة أو في أي قناة أخرى لعرض مثل هذه المباحث الأساسية والتي قلنا في الأبحاث السابقة أنها تعد مفاتيح لفهم تأريخنا الذي حاول الكثير أن يدلس فيه وحاول الكثير أن يخفي حقائق أساسية فيه خلاصة ما تقدم في الحلقة السابقة والحلقات السابقة أيضا وأشرت إليه أيضا فيما سبق وبيودي أن أشير إلى ملاحظة ثانية هنا في هذا البرنامج أنه المشاهد الكريم لا يتبادر إلى ذهنه أن برنامج المطارحات في العقيدة وبرنامج الأطروح المهدوية بحثان منفصلان لا ليس الأمر كذلك كما قلت في برنامج الأطروح المهدوية أن كلا هذين البرنامجين يكمل أحدهما الآخر بعض الحقائق نذكرها هنا ونستنتج منها النتيجة هناك أو بعض الحقائق نذكرها في ذاك البرنامج ونأخذ النتيجة هنا في هذا القسم الجديد وفي هذه الحلقات التي عنونتها ببحث معالم الإسلام الأموي هو أنه أريد أن أبين أن البيت الأموي كان من أول دخوله في الإسلام يكيد للإسلام ولنبي الإسلام شرا كان يريد القضاء على الإسلام النبوي الأصيل كان يريد القضاء على علي وأهل بيته بل كان يريد القضاء حتى على الصحابة الذين يجلون علي وأهل البيت ولم ينسجموا مع الاتجاه الأموي والبيت الأموي يكفي المشاهد الكريم أن يراجع هذا الكتاب وبيودي أن يلتفت إليه لأنه كما تعلمون الوقت ضيق جدا فقط أنا أشير إلى المصادر لأنه كثير من الاتصالات جاءت المباشرة وغير المباشرة تطالب بأنه أعرف الكتب التي ينبغي مطالعتها للوقوف على الصورة الكاملة للاتجاه الأموي والإسلام الأموي هذا الكتاب من الكتب الأساسية والمهمة وهو كتاب الإمام الحسين عبد الله العلايلي دار مكتبة التربية بيروت في هذا الكتاب هناك في صفحة 31 هذه عبارته عبارة العلامة العلايلي قال الحزب ولا شك أن العلامة العلايلي يعد من مدرسة الصحابة لا من الاتجاه الأموي ولا من مدرسة أهل البيت الحزب الأموي كاد للنبي صلى الله عليه وآله ولدعوته وعرفنا كيف أسلم زعيم الأموية أبو سفيان وعرفنا كيف لم يبقى للأمويين أي مقام اعتباري في محيط الإسلام الذي كان ظهوره فوزا وغلبة للهاشميين فعملوا في ظل الدين على التمهيد لأنفسهم والاستئثار بالسلطة وقد وجدوا في ولاية يزيد بن أبي سفيان الأخ كان والي الشام قبل معاوية وقد وجدوا في ولاية يزيد بن أبي سفيان وولاية معاوية من بعده على الشام خطوة أولى يستطيعون أن يثبتوا أقدامهم من بعدها ووجدوا فرصة سانحة للقيام بعمل خطير إلى أن يأتي في صفحة 54 يقول الإنقلاب الأموي أو الثورة على حكومة الخلفاء ثم يقول في صفحة 55 وقد يستبعد كثيرون نسبة هذه الثورة الإنقلابية التي قلبت كل الموازين القيام الإسلام الأصيل أجلاء الصحابة كبار الصحابة أهل البيت وعلي وأهل بيته إلى آخره انقلبوا على هؤلاء جميعا وقد يستبعد كثيرون نسبة هذه الثورة الإنقلابية إلى العصبة الأموية وأنها كانت مقصودة منهم ولكن عندنا من النصوص والقواطع ما لا يحتمل معارضة أو مناصبة وإني أنصح لكل الذين يشتغلون بتأريخ هذا الظرف أو هذه الفترة أن يقدموا بين يدي درسهم كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم لتقي الدين المقريزي يقول آخر المطافة الآن أبين ماذا قال المقريزي يقول وغاية هذا الحزب الرئيسية جمع مقدرات الحكم في أيدي الأمويين وهذا ما حصل متى؟ في زمن معاوية استطاع أن يستلم كل أمر وصار أمين الواحي وصار خليفة رسول الله وصار الملك المجاهد وصار 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 ثم جاءت معالم الإسلام الأموي من الرواياء الموضوعة التي وضعوها في فضائل بني أمية وفي فضائل معاوية وإقصاء عليين وكذلك فيما يرتبط بأن كل من خرج على إمام زمانه حتى ولو كان باغيا تقتلك الفئة الباغة يكون مجتهدا ومأجورا على عمله حتى ولو قتل الصحابة حتى لو فعل ما فعل كما نعلم يقول في أيدي الأمويين والاستيلاء على السلطة العليا بأي أسباب كانت منذ وفاتي النبي الآن أنا لا أريد أن أطيل المهم بأنه الهم الأساسي أنني أريد أن أميز هذا الخط جيدا وهو البيت الأموي طبعا من باب الإشارة حتى المشاهد الكريم يطالع هذا الكتاب وهو من الكتب الجيدة كتاب النزاع والتخاصم رسالة لا تتجاوز المئة وخمسين صفحة النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم تأليف تقي الدين المقريزي المتوفى سنة ثمانمائة وخمسة وأربعين من الهجرة إعداد وتعليق صالح الورداني طبعة أو مطبعة الهدف للإعلام والنشر ومن الواضح عندما أنا أستدل بهؤلاء باعتبار أن هؤلاء يمثلون أعلام في مدرسة الصحابة لا علماء الاتجاه ماذا؟ الاتجاه الأموي الذي سيتضح هذه الحقيقة التي بيودي أنه أشير إليها هنا أيضا وهو أنه ينبغي للمشاهد الكريم أن يلتفت جيدا أن الإسلام الأموي والبيت الأموي أو الاتجاه الأموي واقعا على تقاطع تام مع مدرسة ماذا؟ مع مدرسة الصحابة وينبغي أن يلتفت إليه المشاهد الكريم إلى هذه الحقيقة ولا ينخدع بتمويهات وتدليسات من يحاولون أن يعرفوا أنفسهم للناس أنهم مدرسة الصحابة وفي الواقع أنهم هم ماذا؟ أنهم هم الاتجاه الأموي والبيت الأموي أحسنتم كثيرا طيب سامح سيد أين تكون أهمية هذا التمز الذي أشرتم إليه؟ في المقدمة إذا تسمح لي الدكتور أنه أنا أذكر بعض المعالم العامة لاتجاه مدرسة أهل البيت و لاتجاه مدرسة الصحابة حتى يتضح بعد ذلك ما هي معالم البيت الأموي والإسلام الأموي فيما يتعلق بالاتجاه الأول وهو مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه المدرسة تعتقد أولا بعصمة علي وأهل بيته بودي أن المشاهد الكريم يلتفت نحن عندما نقول أهل البيت لا نريد منه لا المعنى اللغوي من أهل البيت ولا المعنى العام لأهل البيت وإنما نريد من أهل البيت المعنى الخاص التي دلت عليه نصوص متواترة أن المراد بأهل البيت هو علي وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله هذا في الزمان الأول ويلحق بأهل البيت الأئمة التسعة الآخرين الذين هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذن عندما أقول علي وأهل بيته مراد من أهل البيت هذا الاصطلاح الخاص أهل الكساء أهل الكساء هو من لحق بهم أحسن وهم الأئمة التسعة من أئمة أهل البيت عليهم المهم الآن مقصودنا من أهل البيت هذا الاصطلاح لا يتبادر إلى ذهن البعض أننا دنستعمل أهل البيت بمعناه اللغوي أو دنستعمل أهل البيت بمعناه الاصطلاحي العام وإنما نريد من أهل البيت هذا أما ما هو دليلنا على ذلك إن شاء الله أقول إلى محل آخر ما هي أهم ركائز هذا الاتجاه وهذه المدرسة أولا أنها تعتقد العصمة لعلي وفاطمة ولأئمة من ذريتهم أولا وثانيا هذا من الناحية العقدية والإيمانية بطبيعة الحال إذا كانوا معصومين فيشكلونهم الامتدار الطبيعي للنبي والركيز الثاني أنهم يعتقدون أن الإمامة والخلافة والولاية السياسية الشرعية لا تكون إلا لعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الآن القدر المتيقن من مدرسة أهل البيت على المستوى العقدي وعلى المستوى السياسي أما عندما ننتقل إلى مدرسة الصحابة مدرسة الصحابة لا تؤمن بكلا هذين الأصلين يعني لا تعتقدوا لا بعصمة علي وفاطمة وأهل البيت ولا تعتقدوا عدم مشروعية خلافة الخلفاء الثلاثة الأول يعني الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث ومرارا ذكرت أنا عندما أعبر عن هؤلاء بالخلفاء مقصود الخلافة بالمعنى اللغوي لا الخلافة بالمعنى الاصطلاحي لا يتبادر إلى ذهن أحد أنا عندما أقول الخليفة الأول أبو بكر الخليفة الثاني عمر الخليفة الثالث عثمان يعني أصادق على الخلافة الشرعية لهم لا أبداً وإنما أعتقد هؤلاء خلفوا رسول الله هس بحق أو بغير حق ونحن نعتقد أنهم خلفوه بغير ماذا؟ بغير حق لأن الخلافة كانت لمن؟ لعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن الذي يميز هذه المدرسة وهذا الاتجاه هم أنهم يعتقدون مقاماً عالياً لعلي وأهل بيته ويعتقدون بأن هؤلاء لهم مقامات ولهم فضائل ويعتقدون أن حبهم إيمان وأن بغضهم ماذا؟ وأن بغضهم كفر لا أقل يعتقدون في علي وفاطمة هذا المعنى لا أقل يعتقدون في علي في علي هسأل الآن مارد أدخل الحسن والحسين واقعاً فقط في علي أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق لماذا؟ لأن هؤلاء يعتقدون أن علي لا أقل هو واحد من العشر المبشرة بالجنة وهي من الأحاديث الصحيحة المقبولة وإن لم ترد في الصحيحين لا أقل يعتقدون أنه هو الخليفة العادل الرابع الذي من خرج عليه يكون ماذا؟ يكون باغياً وفاسقاً ومستحقاً للنار ما لم يتب لا أقل يعتقدون أن علي هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذه من اعتقادات مدرسة الصحابة ولكن الآن تعالوا معنا دكتور إلى الاتجاه الأموي إلى البيت الأموي تجد أنهم ماذا فعلوا؟ حاولوا أن يقصوا ماذا؟ أن يقصوا علياً من كل فضائله ومن كل مقاماته بأي دليل؟ بدليل أنهم سنوا سبه وبغضه والبراءة منه على ماذا؟ على منابرهم وهذا ما قرأناه في الحلقة السابقة وأيده أيضاً شيخ من شيوخ البيت الأموي وهو الشيخ ابن تيمية أيده قال بأن رعية معاوية هم رعية من؟ هم رعية عثمان ورعية عثمان كانوا يبغضون وينصبون العداء ماذا؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام إذن القضية واضحة جداً حتى لا أذهب بعيداً يميناً ويساراً بيودي أن أنقل كلمة هنا في هذا المجال من الفيض القدير هذا الكتاب بيودي أن المشاهد يلتفت إليه لأنه أكو فيه نكتة مهمة بعد ذلك أبينها كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي ضبطه وصححه أحمد عبد السلام المجلد الثالث منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة إذن الكتاب مرتبط بمن؟ بالسنة والجماعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان هناك في الطبعة حتى أقرأ الطبعة أيضاً الطبعة الموجودة فيها دار الكتب العلمية الطبعة 1422 من الهجرة نعم عندما ينقل صاحب الكتاب يعني كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير الرواية هذه الرواية في ذيلي إني وهو في الحديث 2631 من الحديث 2631 الجزء الثالث لا أنسى الجزء الثالث صفحة 19 في ذيلي الحديث 2631 قال إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعطرتي أهل بيتي وإنهما لي يفترق حتى يرد علي الحوض انظروا ماذا يقول المناوي في ذيل هذا الحديث يقول وعطرتي أهل بيتي تفصيل بعد إجمال وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً إذن لا يشمل النساء النبي على خلاف ما يدعيه بعض الجهل وقيل من حرمت عليه الزكاة ورجحه القرطبي هذا رأي القرطبي يعني إن ائتمرتم إلى أن يقول قال القرطبي من دا يقول المناوي دا ينقل يقول وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم بود أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الجمل وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله أهل من؟ أهل النبي وأهل البيت وإبرارهم يعني ألبر بهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة ليس كالصلاة وسائر العبادة بل المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنهم تعلمون هذا التعبير تعبير من؟ تعبير تعبير مدرسة الصحابة وبأنهم يعني أهل البيت جزء منه فإنهم أصوله التي نشأ عنها وفروعه التي نشأوا عنه كما قال فاطمة بضعة مني ومع ذلك التفتوا إلى هذا المقدار أنت تجد في كلماتي هذا وذاك ينقلون هذا النص يعني سواء كان مدرسة الصحابة أو غيرهم هذا المقدار ينقلوه عمّا عن العلامة المناوي هنا ولكن أكذين لهذا المطلب هذا الذي يدلسونه على الناس لا يقرؤونه من هذا الكتاب يقولون ماذا؟ يقول فقابل بن أمي عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والحقوق أحسن هذه القضية الأصلية نعاقنا مخالفة ها ها المشكلة الأصلية في البيت الأموي ماذا؟ ليست هي قضية أنهم يعلنون أشهدوا أن لا إله إلا الله فتحوا الفتوح أو لم يفتحوا الفتوح وإنما التزموا بوصية رسول الله في حديث الثقلين لا فقط لم يلتزموا دكتور وإنما ماذا؟ انظروا ماذا يقول المناوي يقول فقابل بن أمي عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبيهم ولعنهم ولعنهم فخالفوا المصطفى صلى الله عليه في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته فواخجلهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون علي المشكلة الأصلية التي توجد في بني أمي هذه هذه التي مر عليها الشيخ ابن تيمية هذا الذي يعبرون عنه بشيخ الإسلام قال نعم لم يأخذوا على بني أمي إلا أنهم تكلمهم ولم يقل لعنهم لعلي ولم يقم سبهم لعلي ولم يقل بغضهم وقتلهم لعلي ولأهل بيتي لا تكلمهم في علي حتى يستسهل الأمر يخفف الوطاع حتى يستمر الأمر حتى يدلس على الأمة الإسلامية ما فعلت بني أمي بأهل البيت الذين أمر الله أمر الله بمودتهم لا أقول بطاعتهم حتى لا يقول القائل أنه لم نتفق على طاعتهم ولكن اتفقت كلمة علماء المسلمين على وجوب طاعتهم على وجوب مودتهم وعلى وجوب أحترامهم وعلى وجوب توطيرهم وعلى وجوب الصلاة عليهم لم يختلف في ذلك إلا خارج عن الإسلام وهذه القضية أنا ذكرتها مرارا والآن أؤكدها لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه يمن على أهل البيت أنه يحب أهل البيت رغم أنفك لا بد أن تحب أهل البيت تحب علي وفاطمة والحسن والحسين وتتبرأ من أعدائهم لأن حبه إيمان كما قرأنا في صحيح مسلم وتعلمون جيدا ذلك حبه إيمان وبغضه نفاق وسبه وقتله وهذا النفاق بل من أوضح مصاديق النفاق كما قال العلامة الآلوسي كما قرأنا في أبحاث سابقة إذن القضية الأصلية وإن كان الوقت دا ينتهي دكتور القضية وبعده لم أدخل في بحث أنا بعده في المقدمات القضية الأصلية نحن نريد هنا ندعو دعوة عامة بيود أن يلتفت إليها أهل القلم وأهل المنبر وأهل الفضائيات ألا يخلطوا بين الاتجاه الأموي وبين اتجاه مدرسة الصحابة ليسوا هؤلاء في دائرة واحدة فإن مدرسة الصحابة وإن كانت تختلف مع مدرسة أهل البيت في مسألة العصمة والخلافة السياسية ولكنها تتفق مع مدرسة أهل البيت ونتفق معهم أن أهل البيت يعني علي وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء يجب ماذا؟ سيدا شباب أهل الجنة ريحا نتايا من الدنيا وأين هذا من ما فعله ابن زياد بأمر من يزيد الذي تسمونه أمير المؤمنين عندكم أنه يضرب على ثنايا طالما قبلهما رسول الله صلى الله عليه وآله أين هذا المنطق من هذا المنطق؟ لذا دعوتي من هنا واقعا لكل من يريد أن يتكلم ينبغي أن يميز أنه ما هي معالم الإسلام الذي بناه البيت الأموي وحاول أن يدلس على المسلمين طبعا هذا التدليس مع الأسف الشديد ليس فقط في القديم وإنما هذا التدليس بأوضح مصادقه نحن نجده في منهاج السنة وسيتضح للمشاهد الكريم وللمسلمين في العالم بأن منهاج السنة لم يكتب على أساس إسلام الصحابة ولم يكتب على الأسس التي بناها الصحابة سواء في التوحيد سواء في النبوة سواء في نساء النبي سواء في صحابة النبي وسواء في أهل بيتي النبي وإنما بني على أساس النهج الأموي وهناك العشرات بل المئات من الشواهد التي تثبت هذه الحقيقة وإن شاء الله تعالى وإن كان يطول البحث ولكنه سأقف عند هذه القضية والذي يجعل للقضية خطورة وأهمية هو أننا الآن نحن نجد طبعا يكون في علم المشاهد الكريم أن الشيخ ابن تيمية حاول أيضا أن يلبس اتجاهه ومدرسته ونهجه الأموي يلبسه بلباس ماذا؟ بلباس مدرسة الصحابة وهذا ما وقع فيه هذا الفخ وقع فيه الكثير فتصور عندما ينقد أو حاولوا أن يبينوا أنه من ينقد الشيخ ابن تيمية كأنه ينقد من؟ مدرسة الصحابة ينقد مدرسة الصحابة عندما نعترض على الشيخ ابن تيمية ونهجه ومبانيه وأفكاره كأننا نتهم من؟ نتهم الصحابة لا ليس الأمر كذلك النهج الصحيح المنهج الصحيح الدقيق العلمي أن نميز بين هذين النهجين وهذا أنا أتصور إن شاء الله بعد أن تتضح معالم الإسلام الأموي سيتضح للمشاهد الكريم أن هذه الفضائيات أو سواء كانوا على مستوى الفضائيات أو على مستوى خطب الجمعة والأعياد وغيرها سواء كانت في المراكز الأصلية في المسجد الحرام في غيرها في غيرها سيتضح لهم أن هؤلاء عن من يدافعون هل يدافعون واقعا عن الصحابة؟ أم يدافعون عن من؟ عن الأمويين عن الأمويين وعن النهج الأموي والشواهد كثيرا أنا أتصور بعد إن شاء الله عندما نقف عند هذا المعلم الأول والمعالم اللاحقة المعلم الأول وهو ما هو؟ وهو السب علي بغض علي وسبه والتبرؤ منه على المنابر وهذا الذي نحن سوف يتضح لنا بأنه ماذا يقولون على منابرهم يقولون يوم عاشراء ويكتبون ذلك وينشرون ويكتبون في أهم مراكزهم وعلى أهم منابرهم يقولون يوم عاشراء يوم نصومه سرورا وفرحا وإن قتل من قتل فيه وإن كان المقدول فيه الحسين هذا تصريحاتهم انظروا إلى ما يقولون ولكن مع الأسف الشديد هذا لا يبرزوه للآخر هذا الخطاب لا يبينوه وواقعهم هو هذا الخطاب وهذا الذي نريد أن نوضحه للأمة الإسلامية وليرجعوا إلى كل هذه المصادر التي نحن نشير إليها إذن خلاصة كلامي دكتور ودعوتي واقعا للمشاهد الكريم على مختلف مستوياتهم من مثقفين أصحاب قلم أصحاب فضائيات أصحاب جرائد مجلات مواقع أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة أن لا يخلطوا بين النهج الأموي الذي الآن هناك شرذمة تحاول أن تبشر به بعنوان التوحيد والتوحيد براء منهم لأن التوحيد الحقيقي إنما هو في الإسلام الأصيل بل حتى مدرسة الصحابة لا يوافقون وبعد ذلك سأقرأ كلمات أعلام علماء مدرسة الصحابة الذين صرحوا بأن الشيخ ابن تيمية لا يمثل ماذا؟ لا يمثل مدرسة الصحابة ولا يمثل مدرسة السنة والجماعة أحسنتم كثيرا سمح سيد إذن أشرتم إشارة ولو سريعة أن المعلم الأول في الاتجاه الأموي هو بغض وعلي وسبو علي سلام الله عليه فهل هناك شواهد واضحة تدلوا على ذلك من كتب الحديث وأرجو أن أخذ الإجابة منكم بعد الفاصل شكرا بحياتكم الله مشاهدنا الكرام فاصلنا عدوا ليكم فانتظرونا عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله نحييكم و شأن الكرام مجدداً و نحيي سمحة آية الله سيد كمال حدينا مرحباً بكم سمحة السيد أهلاً و مرحباً بكم حياكم الله يعني سمحة سيد قبل الفاصل طرحت و عليكم و أهل التساؤل و هو أنه من كتب الحديث ما يؤيد أن أهم معلم و المعلم الأول هو بغضو عليم و سبوه في الواقع بأنه كتب الحديث كثير ما توجد في هذه المسألة و خصوصاً في كتب التراجم طبعاً كتب التاريخ أيضاً مملوئة يتذكر المشاهد الكريم نحن في الحلقة السابقة نقلنا رواية من تاريخ الطبري المجلد الخامس من تاريخ الطبري بيودي أنه تخرج على الشاشة تاريخ الطبري روائع التراث العربي تاريخ الطبري تاريخ الأمم و الملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 من الهجرة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم المجلد الخامس في صفحة 213 ثم دخلت سنة 51 ذكر ما كان فيها من الأحداث يقول إن معاوية بن أبي سفيان لما ول المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادة سنة 41 دعاه من معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصى وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها لا أصيك بتلك الأمور الكثيرة ولكنه وصية واحدة لا يمكنني أن تنازل لا يمكن تركها نعم فأنا قرأنا هذه العبارة لا لا ما قرأنا فأنا تاركها اعتمادا على بصرك بما يرضيني ويسعد سلطاني تلك الوصايا الكثيرة أنا أتركها ويصلح به رعيتي ولست تاركا إيصاءك بخصلة كل شيء أتركه وأتركه إلى بصيرتك وإلى ما تعرفه من المصلحة إلا هذه الخصلة خشت أن تنسها أو لا تعرفها أو أنه تقول بأنك لم توصني بها ولست تاركا إيصاءك بخصلة لا تتحمى أي لا تتورع لا تتحمى عن شتم علي وذنبه يا كأن تتوانى في هذا الأمر أبدا هذه القضية التي لا أرحم فيها أحدا سلطاننا يقوم عليها التفتوا جيدا بل روايات هكذا سلطانهم يقوم على ماذا على إقصاء علي لأن الإسلام الأصيل إنما هو هناك بل حتى على إقصاء الصحابة الذين ماذا يجلون علي حتى لو لم يؤمنوا بعصمته وسيتضح لاحقا ذلك قال لا تتحمى عن شتم علي وذنبه والترحم على عثمان والاستغفار له التفتوا جيدا إن شاء الله في المعلم الثاني ستأتي الروايات الموضوعة التي وضعوها ماذا في بيت وفي فضائل البيت الأموي وبالخصوص من معاوية ويزيد والترحم والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم وترك الاستماع منهم وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه كما موجود في تاريخ الطبري والإدناء لهم والاستماع منهم هذا الذي أنت بعد ذلك ستجد في منهاج السنة واقعا أينما ورد ذكر علي فلابد ماذا؟ إما أن تنقلب المنقبة إلى مذمة وإلى قدح ثم لا تجد مثيل ذلك في عثمان أو في معاوية كله مدح أنهم أعز الله بهم الإسلام أنهم العظماء الذين بشر بهم في التوراة وهكذا قال فقال المغيرة في جواب هذه الوصية من معاوية فقال المغيرة قد جربت وجربت وعملت قبلك لغيرك فلم يذمن بي دفع ولا رفع ولا وضع فستبلو فتحمد أو تذم قال بل نحمد إن شاء الله قال أبو مخنف قال ابن زهير سمعت الشعبية يقول ما ولينا إلى أن يقول وأقام المغيرة على الكوف عاملا لمعاوية سبع سنين وأشهر إذن القضية لم تكن ماذا يوم ويومين سبع سنين وأشهر وهو من أحسن شيء سير منه المغيرة بن شعبة وأشده حبا للعافية غير أنه لا يدع ذم علي والوقوع فيه والعيب لقتلة عثمان واللعن لهم والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه ثم تأتي هنا قصة حجر ابن عدي اللي الآن مباحثنا هذا إذن هذا التاريخ بشكل واضح وصريح في تاريخ الطبر اللي هو تقريبا من أقدم التواريخ الموجودة يشير بشكل واضح وصريح إلى وصية من وهذا كتاب معاوية ورسالته هذا أول ويتذكر المشاهد الكريم نحن في الحلقة السابقة قرأنا ماذا من صحيح مسلم أنه أمره أمر سعد بن أبي وقاص ماذا؟ قال لماذا لا تسبوا علي أو لا تسبوا بهذا الاسم نعم ولكن قد يقول في كتب الحديث نعم كتب الحديث صحيح مسلم ومن كتب الحديث ومن كتب الحديث ومن كتب الحديث هذا الكتاب الذي سأقف عنده قليلاً وهو المستدرك في الصحيحين الجزء الأول صفحة 385 الرواية هذه بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت هذه المستدرك على الصحيحين في الحديث المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري وفي ذيله أنا يقين عندي الآن بعض الجالسين يقولون المستدرك لا يعتمد على رواياته سيتضح لكم أن هذه الرواية يعتمد عليها أو لا يعتمد لا تستعجلوا قليلاً المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري وفي ذيله تلخيص المستدرك لمن؟ للذهبي للإمام الذهبي للحافظ الذهبي الذي هو من الأعلام في هذا المجال المطبوع الجزء الأول في دار الفكر في الجزء الأول تحت عنوان كتاب الجنائز في أي صفحة صفحة ثلاثمائة وأربعة وثمانين وثلاثمائة وخمسة وثمانين هناك يقول حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان حدثنا فلان عبد الله بن محمد بن ناجية حدثنا رجاء بن محمد حدثنا عمر بن محمد بن أبي رزين حدثنا شعبة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب باعتبار أنه سبع سنوات وفي كل جمعة ماذا كان يسب علي كما يقول في تاريخ الطبق ويظهر بعض المجالس مرة كان كان حجر موجود ومرة ماذا ومرة موجود زيد بن أرقم اللي هم هؤلاء من أصحاب رسول الله يقول شعن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب فقام إليه زيد بن أرقم فقال يا مغيرة التفتوا بود أنه يقف المشاهد الكريم على ظلامة علي وأهل بيته شوفوا ماذا يقول زيد بن أرقم لا يجرؤ أن يقول له لماذا تسبوا واحد من العشر المبشرة بالجنة لماذا تسبوا من هو ماذا من هو أحد المهديين أو الخلفاء من هو نفس رسول الله من هو لماذا تسب من يحب الله ويحبه لماذا تسب من الإيمان به الحب هو إيمان وبغضه ماذا كفر ونفا انظروا ماذا يستطيع أن يتكلم انظروا ذلك الإرهاب الفكري والتربية العقدية والثقافية التي كانت في زمن الحكم الأموي فقال يا مغيرة ألم تعلم أن رسول الله نهى عن سب الأموات يعني هذا ما يستطيع قوله فقط لا يستطيع أكثر من ذلك لا يستطيع أن يذكر فضيلة ومن قبل الإمام علي لا أقل الخليفة الرابع من خلفاء المسلمين المهديين الإمام العادل صهر من رسول الله صهر رسول علي الأحوال ألم تعلم أن رسول الله نهى عن سب الأموات فلم تسب بعليا وقد مات التفتوا جيدا ماذا يقول الحاكم في المستدرك يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم هس هناك بحث في أن كل تصحيحات العلامة النسابوري في المستدرك صحيحة أو غير صحيحة الآن أنا لا أريد أن أدخل إذا صار وقد أدخل في بحث مفصل في هذه القضية وأنه لماذا بدأوا يشككون في الحاكم النسابوري صاحب المستدرك لماذا يشككون لا أريد أن أدخل ولكن هذا الحديث بالخصوص انظروا بعد لا تشككون فيه ولا يستطيع أحد أن يشكك في تقييم الإمام ماذا والحافظ الذهبي في ذيله يقول فقام إليه زيد بن أرقم فقال يا مغيرة ألم تعلم أن رسول الله فلم تسبوا عليا قال على شرط ميم بودي أنه في يخرج على شرط ميم يعني على شرط ماذا على شرط مسلم يعني هذا الحديث صحيح على شرط ماذا يعني الحافظ الذهبي أيضا ماذا وهو متعنت لا يقبل أي حديث ومعروف الله وهو يدافع عن بني أمي دفاع المستميط عن معاوية وأمثال معاوية دفاع المستميط أصلا يشكك في حديث في مضمون ماذا التفتوا جيدا يشكك في مضمون حديث حبه إيمان وبغضه الآن أقرأه للمشاهد دفاع عن معاوية حتى أنه لأنه يعرف بأنه إذا قبل أن بغضه نفاق وسبعه نفاق إذا المنافق يكون ولذا هو يحاول ماذا أن يدفع هذا النص يقول مع أنها أصحها ولكن أشدها حيرة وقعا يحتار في هذا النص التفتوا قد يأتي قد يأتي شخص ويقول نحن لا نقبل حتى الحافظ الإمام الذهبي والحافظ والعلامة الذهبي جيد جدا لا تقبلون ذلك هذه سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها تأليف إمام المحدثين المعاصرين إمام الحديث بتعبير أعلامي هذه المدرسة التي تسمي نفسها المدرسة السلفية وإن كنت أنا لا أوافق على هذا الاصطلاح هؤلاء هم الاتجاه الأموي وليس الاتجاه ماذا السلفي السلف يعني الصحابة وهؤلاء ليسوا يمثلون السلف من الصحابة وإنما يمثلون ماذا السلف من البيت الأموي عليه لحوان سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها تأليف محمد ناصر الدين الألباني المجلد الخامس من الحديث 2001 إلى الحديث 2500 في ذيلي المجلد في صفحة في صفحة 520 من المجلد الخامس بيودي أن المشاهد يلتفت في ذيلي الحديث 2397 تحت عنوان نهي عن سب الأموات يقول أخرجه الحاكم الجزء الأول صفحة 385 كما قرأنا نعم عن شعب إلى أن يقول إن المغيرة قال فلم تسب عليا وقد مات وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه من الذهبي بعد قلت وهو كما قال أحسن حديث صحيح على شرط مسلم قلت من يقول العلامة الألباني نعم إذن الآن ثلاثة من أعلام المسلمين وإن كانوا يختلفون في المنهج كما سيتبين لأنه أنا أعتقد أنه الحاكم النيسابوري هو من أعلام مدرسة الصحابة أما بخلاف الألباني والذهبي فإنه يمثل الاتجاه الآخر ليس من مدرسة الصحابة يقول أقرأ العبارة قلت وهو كما قال إذن الذهبي الذهبي مهم عندي والعلامة ماذا الألباني صحح هذا الحديث وهو أن المغير بن شعبة كان يسب علي وقد اتضح من تاريخ الطبري أنه كانت بوصية من بأمر ووصية ممن من معاوية رأس البيت الأموي والاتجاه الأموي أما الذهبي أما الذهبي عندي وقت دكتور وقت يوجد جيد شاء الله يعني أنا إذا خلصت إذا أكو اتصالات أنا أستمع تقريبا عشر دقائق لا 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 أريد العشر دقائق أريد أعطيها اليوم أكثر وقت للمشاهد الكريم حتى أنه نتكلم يعني نكون مع المشاهد أكثر وقد أشير إلى هذه القضية من الذهبي وأنتقل إلى بحثي لأنه الآن إذا أريد أدخل لماذا يذمون الحاكم النسابوري لعل الوقت لا يسع ولكن أنا أريد أن أبين أن الذهبي يمثل هو قريب من الاتجاه الأموي وليس من اتجاه مدرستي الصحابة في سير أعملام النبلة هناك في المجلد السابع عشر في المجلد السابع عشر بيودي أنه تخرج أيضا على الشاشة سير أعلام النبلاء تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة سبعمائة وثمانة واربعين من الهجرة الجزء السابع عشر مؤسسة الرسالة نعم الطبعة كما قلت الطبعة السابعة اللي هي في سنة ألف واربعمائة وعشر من الهجرة حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوت محمد نعيم العرق سوسي مؤسسة الرسالة العرق سوسي نعم في ذيلي ترجمته للحاكم تحت رقم مئة قال محمد فلان إلى أن يأتي في المجلد السابع عشر هناك يقول هكذا وقد جمعته من يقول العلامة الذهبي الحافظ الذهبي الإمام شمس الدين الذهبي يقول وقد جمعته طرق حديث الطير في جزء طبعا مفصل ويقول له أصل وإن كان يحاولون أن يقولون أن حديث الطير ماذا موضوع لعله وقت آخر أبين نعم وطرق حديث من كنت مولاه وهو أصح وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال إنه لعهد النبي إلي لعهد النبي صلى الله عليه وآله إلي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغذك إلا منافق وهذا أشكل الثلاثة لأن حديث الطير به أفضل الصحابة حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا يمكن أما يقول هذا الثالث وقعا أشكل الثلاثة لماذا؟ لأنه ما بيبع التوجيه نعم ولكنه مع ذلك أنتظر ماذا يقول بيودي أن المشاهد يلتفت يقول فقد أحبه قوم لا خلاق لهم وأبغضه بجهل قوم من النواصب حتى يبرئ ماذا؟ أحسنتم يبرئ أو لا يجهلون من هو علي لا يعرفونه فأبغضه حتى يبرئ من؟ دعم حتى يبرئ معاوية وماذا؟ وأمثال معاوية وبني أمية والبيت الأموي لا يجد طريقا إلا ذلك فقد أحبه قوم لا خلاق لهم وأبغضه بجهل قوم من النواصب لأنه لا يستطيع أن يتكلم في السند لأنه وارد عندهم في أصحي كتابيني بعد كتاب الله وهو البخاري ومسلم إلا أنه هذا وارد في مسلم ما وارد ماذا؟ في البخاري جيد خب إذا كان الأمر كذلك الآن يأتي هذا السؤال الأساسي التفتوا هذا في علي يقول أشكل الثلاثة ويحاول ماذا؟ أن يجد له مخرجا أما أنظروا ماذا يقول في الجزء السادس عشر من سير أعلام النبلاء بيودي أنه يخرج وهذه بيودي أن المشاهد العزيز الكريم واقعا الذي يبحث عن الحق والحقيقة ينظر أن الإمام الذهبي والحافظ الذهبي عندما تصل القضية إلى عليين فتصير أشكل الثلاثة ولا بد ماذا؟ أن يؤول حتى يخرج من يومية ماذا؟ عن النفاق أما عندما يأتي إلى من؟ عندما يأتي إلى أبي بكر في الجزء السادس عشر بيودي أن المشاهد يرى في الجزء السادس عشر سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي أفتحه مباشرة يقول في صفحة مائتين وستة عشر تحت الرقم مائة وستة وأربعين غندر تحت عنوان المحدث الزاهد الصوفي الجوال أبو الطيب فلان البغدادي غندر نزيل مصر ينقل رواية يقول حدثنا قتيبة حدثنا معل بن هلال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما ماذا منافق منافق نفس المضمون الذي موجود أحسنت وهذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي فرغ من هناك وثبتهم أحسنت انبدلت الأسماء وهذا كان أيضا من أهم وسائل البيت الأموي وهو أنه تبديل ماذا المواقع والأسماء يعني كلما ثبت لعلي من منقب أعطوه لغيره أعطوها ماذا لغيره لغيره حتى ماذا حتى تذهب تلك المنقبات يوجد له فيها شريك وليست مختصة وهذا الذي يؤكد عليه منهج البيت الأموي وسيتضح بعد ذلك قال لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما منافق الأرنقوط في ذيلها يقول بل اتفق النقاد على تكذيبه تكذيب هذا الحديث تكذيب هذا الحديث يقول هذا الحديث كذب لا واقع ثم يقول انظر تاريخ بغداد وتاريخ الإسلام والبداية والنهاية وشذرات الذهب يذكر أربعة مصادر أن هذا الحديث ماذا موضوع التفت إلى تعليقة الذهب مهم عندي المشاهد خليل التفت يقول ومتن الحديث حق ولكنه ينسى أن يكون متن الحديث وهو آرد في صحيح مسلم ماذا حق يقول أشكل ولكنه أحبه قوم لا خلاق لهم وأبغضه بجهالة نواصل ولكنه عندما تصل القضية إلى من إلى غير يعليفة إلى الخليفتين الأول والثاني يقول ومتن الحديث حق لكنه ما صح مرفوعا حتى على هذا المستوى لم يصح لكنه ما صح ماذا مرفوعا فيقبله على كل علا المهم حتى لو لم يقبله ولكنه يؤكد على صحة ماذا مضمون الحديث ولكن عندما يأتي إلى علي ماذا يشكك فيه هذا هو الذهبي ولذا عندما يؤكد الذهبي على صحة حديث سب الإمام ومغيرا من شعبة سب الإمام علي بعد القضية أوضحوا من الشمس حتى يؤكد عليها أمثال الذهبي أحسنتم جزاكم الله خيرا إذن نشرك بعض الإخوة سمحنا السيد معنا الأخ دخيل من السعودية تفضلوا أخ دخيل تفضلوا مستخير نعم لا يوجد عندنا الصوت تفضلوا مستخير ألو نعم إذن لا يوجد صوت داخل الأستودياء من الأعلم نعم إذا أيضا إذا أكو إشكال فإن حتى نستمر في بعثنا إذا يوجد اتصال في مقدمة البحث إذا أكو إشكال مؤخرة البحث أكو إشكال طيب نعم يعني الصوت لا يوجد إذن نستمر أخ يوسف نستمر في الحديث إن شاء الله تعالى نعم طيب إذن ظهر أنه لا يوجد مشكلة حتى يعرف المشاهد الكريم ظلامة هذا البرنامج واقع في مقدمة البحيث مولانا فيه حلقة ومسلسل مولانا لا بد أن ينتهي حتى يبدأ باعتبار أن هذا البرنامج يعد من الدرجة الثانية والثالثة فلا بد أن يتأخر في مؤخرة الحديث أكو إشكال في الأصوات الآن سيبدأون بإصلاح الخير إن شاء الله نعم إذن يعني واضح سمح سيد من كلامكم أنه توجد هنا الازدواجية وعدم الإنصاف في المعايير هذه أمامكم نعم الآن ما يرجع إلى حديثي في الحاكم في المستدق نعم في الواقع بأنه من القضايا المنهجية التي اتبعها الاتجاه الأموي قضايا منهجية وعندما أقول قضايا منهجية يعني ليست في مورد وموردين وثلاث هو أساس وأصل يسيرون عليه وهو أنه كل من حاول أن يذكر منقبة وفضيلة يفضل بها عليا على غيره إذن فهو شيعي أو رافضي خبيث حتى ولو كان أمثال من أمثال الحاكم النيسابون حتى ولو كان أمثال من ابن أبي الحديد حتى ولو كان أمثال من الشافعي القنجي حتى ولو كان من الزمخشري حتى ولو كان الزمخشري حتى ولو كان ابن عبد الرب حتى الأمير الصنعاني قاله هو متشيئة شيء لا يصدق وأنا بيودي هنا أن تلتفتوا عندما يأتي شخص ويتهم أحدا بأنه شيعي خبيث اعلم أنه هذا من مدرسة الصحابة مرة أنه واضح أنه من مدرسة أهل البيت ومرة لا كما الحاكم المستدرك في الحاكم المستدرك في الحاكم أنت لو تطالع مقدمة الكتاب تطالع فيهرس الكتاب تجد بأنه يمشي على مدرسة الصحابة لا يعتقد لا بعصمة أهل البيت ويثني على الصحيحين لا مو على الصحيحين يثني على الخلفاء الثلاثة يقول أنا يكفي إذا عندي وقت دكتور نعم ويوجد اتصال ولكن استمر جيد انظروا هذا الجزء الثالث للمستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النسابوري وفي ذيله كذا الجزء الثالث منه أنا فقط بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت إلى أنه ماذا يقول الحاكم النسابوري يقول أحاديث في آخر الجزء الثالث في آخر الجزء الثالث يعني في فيهرس الجزء الثالث يقول أحاديث فضائل الشيخين رضي الله عنهما يعني من؟ أبي بكر وعمر ثم يقول أمر النبي لأبي بكر بإمامة الناس في الصلاة يتجل الله لعباده عاما ولأبي بكر ماذا؟ خاص مخاطبة الصحابة أبا بكر بيا خليفة رسول الله مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هذه النص اللي وارد ماذا هنا؟ سبب تلقيب عمر بأمير المؤمنين أول من يعانقه الحق يوم القيامة عمر لو كان بعدي نبي لكان عمر إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ثم بعد أن يذكر فضائل عثمان يأتي يقول فضائل علي بن أبي طالب إذن بينكم وبين الله مثل هذا الإنسان يمكن تصنيفه على مدرسة أهل البيت أنه شيعي يمكن أو لا يمكن أبدا لا يمكن ولكنه أنظر إلى الذهبي عندما يأتي إليه ماذا يعرفه؟ التفتوا جيدا أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا هذا المعنى الذهبي عندما يأتي إليه في الصفحة في الصفحة الجزء السابع عشر من سير أعلام النبلاء يقول وصنف وخرج وجرح وعدل وصحح وعلل وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه حسن بعد ذلك أبين السر لماذا يتهم أمثال الحاكم النسابوري اللي قرأنا ماذا يقول في كتابه في الخلفاء الثلاثة على تشيع فيه ثم يأتي إلى صفحة ثم يأتي إلى صفحة مئة وأربعة وسبعين بيودي أنه تخرج أنه أنه سأل أبا إسماعيل عبد الله أنه سئل أبا إسماعيل عبد الله لأنه هروي عن أبي عبد الله الحاكم فقال ثقة في الحديث رافضي خبيث لا إله إلا الله ثقة في الحديث صاحب بحور العلم إمام بعد ذلك سيتضح رافضي خبيث قد الذهبي التف جيدا يمن على الحاكم النسابوري يقول قلت كلا ليس هو رافضيا بل هو يتشيع هذا مصطلح جديد عرفنا أنه هناك فرق بين الرافضي وبين ماذا يعني يحب علي يتشيع فقط يحب علي لا 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 أبدا 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 فقمو فقط وإنما يذكر الروايات الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في علي هسا لماذا سبب واحد حتى أنه إن شاء الله لا لا أكمل بحثي ما دام أنتهيت إلى هذا البحث هسا لماذا لأنه يذكر حديث الطير لعلي بن أبي طالب قال اللهم أبعث إلي أحب الخلق ماذا إليك إليك هذا اللهم أحب لماذا ينقل حديث الطير إذن هو ماذا شيعي إذن شيعي أو رافضي خبيث أو يتشيع مو فقط هذه التفجي إذن يقول وكان منحرفا غاليا عن معاوية المشكلة هنا المشكلة الكبرى هنا في صفحة 175 يقول وكان منحرفا غاليا عن معاوية وعن أهل بيته أهل بيت منه معاوية تبين أنه معاوية عند أهل بيت نعم التطير هناك بلي 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 يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه يعني يصرح بأنه ماذا يلعن معاوية يتبرأ من معاوية وأنه منافق وكان عليان يعتذر وأنه 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 ولذا ينقل يقول فسمعت أبا الفتح سمعت فلان سمعت فلان دخلت على الحاكم وهو في داري لا يمكنه الخروج إلى المسجد لأنه ماذا لأنه فيه ما فيه وإن كان من مدرسة الصحابة إذن يظهر هذا الإرهاب الفكري كان مستمر وعلى الآن مستمر أن الإنسان الآن لو يلاحظ ملان هؤلاء الذين يتكلمون في المساجد الأساسية عندنا في المسجد الحرام في غيرها تجد أنهم يتكلمون بنفس هذا المنطق منطق إما أن تكون أمويا وإما ماذا وإما صاحب بدعاء وإما مشريك وإما ناس بالملايين يأتون لزيارة نبيهم يا أخي أنت لا تعتقد بزيارة النبي لا تعتقد لماذا تمنع هؤلاء لماذا تضربهم على رؤوسهم لماذا تتبهم بالشرك بالبدعة هذا هو المنطق الذي نجده بشكل واضح وهناك تتم للبحث إن شاء الله إلى الأسبوع القادم حياكم الله الآن نتقل أخ على نعم أخ على تفضلوا نعتذر لكم أخ على تفضلوا أخ على تفضلوا سيد الجليل سيد أخوان حزر حياكم الله بارك الله نعم 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 نظر اللذيق الوقت نعم نعم سعقيد على هذا أخونا السيد أن يعقب على هذا الحديث قال صلى الله عليه وآله أن أهل بيتي سيرطون أدعس من أمتي هذا يومي أخي الرابي أن أنا بيتي سيرطون بعد من أمتي قتل وفشري ومعن تشد قومنا بغضا لنا بنو أمية وبنو المغيران وبنو رهزون يقول صححه الحاكم أحسن ولكن فيه إسرائيل والجمهور على أنه ضعيف أنا بالحقيقة عندي تعقيب على يعني ما رواه هو نعم نعم يعني يعني أن النبي قد لعب بني أمية طيب يقول نعم الظهر نعم طيب نعم معنا الأخ علي من العراق نهجي الأموي لخ علي تفضل أن يلغي نهجي الصحابة ويصبح هو السائد عليهم رغم أحنا نعرف أن النهجي الأموي هو فترة صغيرة جدا بالنسبة إلى اللي إجاء وراء الخلاف العباسية ودو الكتر والعثماني كيف تصبحوا هؤلاء العلماء المتذخرين يمشون على النهجي الأموي وإلغاء نهجي الصحابة أخي العزيز أخي العزيز الآن ليس بحثي أنه كيف استطاع هذا يحتاج تحليل تأريخي والآن ليس بحثي أنا ذاك أنا بحثي الآن أتكلم عن القضية خلي أقطعوه الصوت مولانا أقطعوها أبو بلي إشكال فني يوجد عندنا مشكلة داخل يقطع بلي أخي يوسف عندنا مشكلة نعم فمقصودي بأنه ينبغي أن يلتفت إلى هذه النقطة الآن أنا ليس بحثي بحث تأريخي دكتور نعم أنه أريد أن أحلل التأريخ وأريد أن أحلل بأنه ماذا كان وضع المنافقين في حياة النبي وما هو حال المنافقين بعد النبي وكيف استمر الحال وانتهى الأمر إلى خلافة ماذا إلى أن يكون ملكا عضوظا بنص الروايات التي هم ينقلونها هذا بحث تأريخي وهذا بحث لا بد أن ندخل فيه لنعرف ما الذي حدث الآن أنا لست بصدد بحث لماذا حدث هذا وكيف حدث هذا لعلي أوفق تأريخيا أن أبحث إن شاء الله ولكن مهم عندي أن هذا وقع هذا وقع إذن لا بد أن نلتفت جيدا ونميز بين هذه الاتجاهات الثلاثة اتجاه مدرسة أهل البيت اتجاه مدرسة الصحابة واتجاه البيت الأمور أحسنتم آخر اتصال في حدود دقيقتين عندنا سماح سيد الأخ حسين من السعودية تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مساء الخير السلام عليكم سيّد مرحبا بكم أنا أحسنت أخيرا على كتاب من مكتبة العبيكان باسم على ساحل ابن تيمية للدكتور عائر القاملي طيب وهذا السلام في حياة الشيخ ابن تيمية هو فيه فيه مقطع بعنوان كلامه مع الرافضة في صفحة 46 نعم تفضلوا يقول من أحسن كتب شيخ الإسلام على الإطلاق من هاج السنة نعم ولو زهب زاهب من مكة إلى الصين حافيا ماشيا لطلب هذا الكتاب لكان شفره قليلا فإن الرجل بحق أتى بكتاب لم يسمع بمثله وجادت قريحته بهذا المؤلة اقبارا فبين كل البيان بالأدلة الشرعية القاطعة وبالحجة العقلية وبالحوار الصادق وبالكلمة الجريئة الناصعة مخالفة الرافضة لأهل السنة واعتدائهم على أصحاب الرسول وسبهم للشيخين وكذبهم وافترائهم وعدم معرفتهم بالنقل وعدم صبقهم وعدم مضوحهم في المنهج والعجب في هذا الكتاب أنه يستجرج خطمه ويستنزله ثم يضعه فيه ثم يطم عليه ويترفه مكانه ومنهاج السنة ظهرت فيه أمور منها الانتصار لأهل البيت ولأصحاب رسول الله ومنها بيان الكذب والزيف الذي دخل على الأمة من طريق راقرة ومنها أن الحق ما كان عليه أصحاب الرسول في أهل البيت وفي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المعتقد وهو الذي يحيي عليه أهل السنة وأدفعه السنة هذا أحسنتم شكرا شكرا وهذا الذي أريد أن أميزه يعني كل هذا البرنامج همه الأصلي واقعا وسيتضح لاحقا إن شاء الله تعالى هذا الذي وصف هذا الكتاب به أنه هكذا أو أنه واقعا يمثل الاتجاه الأموي في قبال اتجاه الصحابة أحسنتم كثيرا ويعني الآن الأخ حسين جزال الذي ذكر هذا الإطراء وهذا المدع فالواضح وهو الذي يقول أن النواصب خير من يحب عليها بل 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 يعتقد بأنه النواصب الذي ناصب العداء لأليه هو خير من من شايعه وأحب عليها أحسنتم سمعت الله سيد كمان حيد أشكركم شكرا جزيلا كما أشكر الإخوة والأخوات وإن شاء الله تعالى تواصل الحديث معكم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة